نصل مع بعضنا في شرح هذا المقرر أخلاقيات المهنة إلى الوحدة أو الـ Unit 4 الوحدة الرابعة وهي وحدة مركزية في واقع الأمر تتعلق باعتبار أنها تتعلق بشرح الميثاق السعودي لأخلاقيات مهنة التعليم طبعا الوحدة الرابعة سبقتها ثلاث وحدات سابقة الوحدة الأولى تعلقت بما الأخلاق ثم الوحدة الثانية تعلقت بخصوصية الأخلاق الإسلامية أو مقومات الأخلاق الإسلامية ما استطيع أن نقول مقومات الأخلاق الإسلامية في موضوع العمل ثم بعد ذلك الـ Unit 3 كانت أو الوحدة الثالثة كانت بعنوان تعريف أو مفهوم أخلاقيات المهنة معنى أخلاقيات المهنة في التربية والتعليم نتي الآن إلى موضوع أكثر خصوصية وأكثر دقة هو المثاق السعودي لأخلاقيات مهنة التربية والتعليم طيب إذن لدينا الـ First Unit أو First Chapter ما لا أخلاق Second Unit أو Second Chapter ثم Third Chapter أو Unit ثم Fourth Chapter أو Unit على العلم أن كل المقرر يتكون من خمسة يعني فصول أو خمسة وحدات طيب بالنسبة للوحدة الرابعة عناصرها التي سنأتي على شرحها إن شاء الله هي كما هو معلن على هذه الشاشة أربعة ثلاثة عناصر العنصر الأول هو سياق ظهور المثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم طبعا لابد أن نشير هنا إلى أن المثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم مواثيقة مهمة جدا في التاريخ الحديث للتعليم في المملكة العربية السعودية وكجزء في تكوين طلاب كليات التربية فلابد إذن أن نمر عليه بشكل دقيق ولأهميته سنبحث أولا في المقدمات التي أدت إلى ظهوري أكيد جدا أن هناك ممهدات تساعدنا على فهم هذا المثاق كيف أتى هذا المثاق في أي سياق أتى هذا المثاق ليكمل ماذا ليشرح ماذا لأن ذلك ضروري في فهم مضمون المثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم العنصر الثاني بعد أن نكمل العنصر الأول هو مضمون المثاق وسيكون لنا عمل تفصيلي إن شاء الله في هذا الأمر حتى نأتي لأهميته كما قلنا حتى نأتي على فهم كل المضمين المهمة التي تضمنها المثاق العنصر الثالث أيضا ليق الأهمية هي نوع من المقارنة بين المثاق السعودي وبين مواثيق أخرى للتربية والتعليم وتحديدا سنأخذ المثاق العربي للتربية والتعليم ثم سنأخذ المثاق أجنبي أو عالمي المثاق لجامعة أمريكية ونقارن بينها حتى نفهم خصوصية المثاق السعودي لأخلاقية مهنة التعليم ما هي إذن عناصر هذه الوحدة ثلاث؟ الآن أهداف هذه الوحدة التي سنتي عليها هي كما هو معلن على الشاشة أهداف هذه الوحدة ثلاث أولا أن يتعرف الطالب على ميثاق أخلاقية مهنة التربية والتعليم في المملكة العربي السعودية تخصيصا أي متابع لهذا الشرح سينتهي معنا بنهاية هذه الوحدة إلى أن يتعرف على ميثاق أخلاقية مهنة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ثم سيتعرف على الميثاق العربي لأخلاقية مهنة المعلم الصادر في الكويت أو في الكويت في 1968 ثم سيتعرف المتابع معنا على مميزات الميثاق السعودي مقارنة بالنماذج الأخرى من الموثق إذن ثلاث أهداف أساسية سيتمكن المتابع إن شاء الله من امتلاك معرفة دقيقة بخصوص الميثاق السعودي لأخلاقية مهنة التربية والتعليم معرفة دقيقة بخصوص الميثاق العربي لأخلاقية مهنة المعلم ثم مميزات الميثاق السعودي مقارنة بالموثيق الأخرى